دلوقتي احنا قلنا الفرق بين الرؤية وبين الحلم احنا قلنا الرؤية معناها رموز حلوة او رموز فيها بشرة او رموز فيها انذار انذار من حاجة ما نعملهاش ما نخدش فيها ناخد بالنا منها ما نحاولش نقرب من المنطقة دي وهو ده ربنا اللي بيبعطه لنا الحلم بقى ده جماعة بيبقى مش شطان بمعنى بيبقى حلم مش رؤية ان البني قدم بينام مش متوضي على معصية هواكسه كتير افكاره الشيطانية كتير لان البني قدم اقصر عدو ليه هو نفسه واحنا عارفيني الكلام ده كويس فالبني قدم لما بيكسر في الهرج والمرج زي ما بيقوله يبدأ يتحدث مع الشيطان او يتحدث بالاخص مع نفسه والنفس اقوى بكتير يبدأ بقى ينام يشوف بقى حاجات مريبة وغريبة وإيه اللي انا شفته ده يا ربي وهي ملهاش اي دعوة بالواقع لكن الشيطان عايز يخلي في قلب رعب الشيطان يجي له عايز يخلي الشخص ده دايما على معصية او دايما في طريق اللي هو عايزه لان الشيطان طبيعي مش هيخليك تمشي في الطريق اللي هو حبه فيمشيك في طريق كله شوك وكله اعمال فازدة فبالتالي يجي لك بالليل يخوفك من حاجة انت لو مشيت فيها هيحصل لك كذا وكذا تقول منهم ايه اللي انا شفته ده وهو مش حلم يا جا مش رؤية يعني الحلم ده يعني ما بيتفسرش اساسا يا جماعة ويريت ما تكتحدثش بيه لحد وما تقولهش لحد لان احيانا خيالنا ومشيطاننا ممكن يودينا في حتة ما نخرجش منها تاني ولا عيزه بالله وتبقى مشكلة كبيرة بالتالي كل بني ادم لازم يبقى حريص في تصرفاته يعني نم على وضوء دي ابسط الامور اي حد عنده ولو يعني نقول ايه زر من الامان زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا ان شاء الله بيعملوا بنيته بيخفر له كده توضى يستغفر ينام على ايده للمين زي ما الرسول قال لنا لو شاء لو عمل الحاجات دي ينفض سيريره قبل ما ينام كل الحاجات دي كلها كنا بناخدها في المدار الزمان واحنا صغيرين واحنا اطفال فاللي كان بيعملها بينام امن وبينام سالم ما عندوش اي مشاكل ولا اي هواجس بتيجي نحيته فبالتالي احنا عرفنا ان الشيطان هنا بيحاول يخرجنا من الواقع اللي احنا عايشينه او من دنياتنا عشان ينغص علينا يبدأ يخليك عندك اكتئاب دايما شارد دايما سرحان دايما بتفكر في سلبيات وطبعا احنا كلنا عارفين ان تفاقله بالخير تجدوه يعني كل ما البني ادم عاش بتفاقل اكيد ربنا هيتديله